سلطة بالشعر مش بيكون احسن كمبو خالص حركة خفيفة من راسك وتسريحة شعري خلصت لكن مش مع شعري طويل واو ايه الشاب الوسيم ده؟ انتي تقزيتي؟ اوه ده هو اوه انا في قلم كبير جدا انا هساعدك انتي هتكوني كويسة دي طريقة هيلة تقابلي بيها الشباب شعر اكتر مشاكل اكتر شايب الشعر مش احسن مشروب انتي عارفة؟ انا مستنيه الشخص المناسب احم اهو هنا مستر رايت صاحب الشعر الطويل وابس افتكر ان انا هكمل تدوير شعري تعقد حوالين الشونيور الاقل الصورة على الحيطة اهو اتجاوبة ابارد انا محتاجة جاكت لكن الشعر الطويل احيانا بيخدع واو دي عندها ديل حقيقي هاي انت بتبص على ايه؟ شعرها الشعر الطويل مفيد جدا في كل يوم بيمر في الحياة ايه؟ ولا حاجة انتي بس بتشوفي حاجات هالي ايه ده؟ الشعر ده موجود ليه على كتفك واضح جدا انه مش شعرك ده قسير قوي انتي حضمت يا حد؟ الشاب اللي هناك ده؟ ها؟ انت بتتكلم عن ايه؟ طبعا لا ده يخص صاحبتي باني اهي هنا اوش ده بيوجع شوفت؟ اه دلوقتي فهمت انا اسف جدا ان انا شكت فيك احيانا صاحبتك لشعرها طويل بيكون صعب التعامل معيها يلا نقف المنظر جميل قوي هنا ممكن تصورني صورة؟ اكيد انا جاهزة اوه ما كنتش عارف ان الشعر تحت دراعك رجع موضة تاني واضح انه مش بتعرف تصور صور ده شعري بنزاوية وحشة مش اكتر انا محتاجة ناشف شعري فين مجفف شعري؟ او واو انا شخصية سينمائية انا بسوق بسرعة ودلوقتي انا بصور فيديو موسيقي او يا 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 ايه؟ او لا كان المفروض اصرحوا بدل كده دلوقتي شكلي بقى مبادل عايزة تغيري مظهرك بسرعة جدا؟ استخدمي شعرك ايوة انا موافقكي جدا هاي خلي بالك احيانا ريح خفيفة ممكن تبوزلك شعرك مرة واحدة وللأبد اهلا حبيبتي انا في طريقي لكن مين الشاب اللي بيعكس حبيبتي؟ هاي مان اوه ده كان حاجة محرجة ديليكي اوه حصل ايه؟ فين ورودي؟ حبيبتي الوردة ديليكي ام ووحدة لي النزهاتي جدا من تسرحة الشعر القصيرة دي انا عايزة شعري طويل تيل لكن يا طرح هخلي الحلم دي يكون حقيقة ازاي؟ انا عارفة انا عندي اكستنشن شعر واهو دي تسريحة شعر ممتازة بابي انت على خط النار هاي حبيبتي بتعملي ايه؟ ماما حبيبتي هو انت عاملة تسريحة شعر جديدة؟ دي ليق عليكي دلوقتي شكلك بقى شابه بالزبط وانا شاب صغيرك بصي فولة وتقسمت نصين ايه؟ هو انا شكلي عام كده فعلا؟ مستحيل تسريحة الشعر دي بتحتاج نص اليوم لشان تخلص يا فطيرة يا حلوة مش قادرة استحمل ده اكتر من كده حتى مامتي شعرها طويل لا دي حاجة لا تحتمل انا لازم اطول شعري اكتر من كده دلوقتي حالا انا هرشي شعري بالفلفل قررتها الانترنت مفيش حاجة حصلت انا هامسحه يا شعري اكبر هو لسه مكبرش؟ لا مفيش حاجة تغيرت انا هستخدم الاساليب الاسية لوكريشا المعالجة النفسية بتعالج كل الامرات بالتعويز والادوية السحرية انا عندي مشكلة انا من عائلة كلها معالجين ممكن انهي لعنتك انا عايزة شعري طويل مش قصة الشعر القصيرة دي تقدر تساعديني؟ طبعا اقدر انا هشغل سحري وحتى مامتك مش هتقدر تعرف انك انتي يا شعر اكبر لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي فيه انا تعمت شوية اتضح انه مش بالسهولة دي لكن كل حاجة نفعد واو دلوقتي ده شعري طويل طب وانا شعرك هيكبر بعدين ها؟ ادفعي دلوقتي ممكن تمشي اوه هاي حبيبتي هاي انا اخيرا هنا محتاجة بس شوية توضيب صغيرين كم سنتي مش اكتر؟ كم سنتي؟ فهمتك انا هبدأ دلوقتي حالا الاول هسوي الاطراف المتقصفة بالشكل ده او بالشكل ده هيكون كمان احسن ها؟ انت عملتي ايه؟ شعري اسم مرتين انتي ما عنديكش قلب النهارده هيكون يوم مدهش وطبعا انا محتاجة اشغل مزكتي يا 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 مش قادرة سد دي فوكسي فيني ده انتي استني انا هقلع السماعات بتاعتي شكلك مدهش لكن شعرك ايه؟ سماعاتك بهدلته ده دايما بيحصل انا مطارة ان انامشي ما تتضايقيش واو هالي ايه الاخبار؟ فوكسي هاي انا مستمعيكي استني انا هقلع السماعات بتاعتي اوه ثانية واحدة اوتش انا في مشكلة واو هالي احنا لازم نصور سيلفي حالا العالما لازم يشوف التحفة الفنية كان هيل ان انا شفتك تنشيف الشعر الطويل بيحتاج وقت طويل جدا دلوقتي هنشوفه من الظهر حبيبتي انتي هنا؟ آه مش اي حد مستعد ان يشوف مشهد من فيلم رعب في حمامه الشخصي هاي مالك فيه ايه؟ انت كويس؟ باني هو كان متوقع حاجة كتيرة مني انتي ادرس الديده؟ أنا مش عارفة وأجاب الأفكار دي منين أوه حبيبي كتاب لي رسالة هو لطيف جداً أيها يا هولي يا طرح المفروض أكتبله إيه في الرد طب أنا قلت له ده يا بني أنت سمعيني؟ آها فأنتي بتكتبي رسالة أديني الموبايل بتاعي طب وبالنسبة صدقتنا أوه أنا عارفة جربي تكتبي رسالة دلوقتي هاي لما بيكون عندك صديقة مخلصة هاي هاي أنا قررت أغير شكلي خالص أنا عايز أتخلص من شعري طويل طيب يلا نبدأ هنشن شوية من هنا ومن هنا كمان شوية تانين وفلا ما فيه شعري طويل خلاص مستعدة؟ إيه رأيك؟ واو مدهش شعري جديد يعني أنت جديدة شكراً شكراً قوي ليكي أنا حبيته أشوفك بعدين أنا هروح أرقص مش قادرة استنى في البيت بقصة شعري جديدة واو هاي يا جميلة إيه الأخبار؟ أوه أنا حتى مش عارفة أقول إيه أوه أنا ننسيت إن أنا ببقاش عندي شعري طويل خلاص أنا كويسة هاي بيني هاي أعودي عايزة إيه؟ أنا عايزة قصة شعري مبتكرة فهمتك إحنا هنحولك لبيني مبهجة جديدة بعد ساعة واحدة ساعة تانية أنا خلص بقيت جاهزة إيه رأيك؟ بالضبط زي ما أنا كنت عايزيه مسيلي شكراً هاي أنا هو أعودي يلا نبدأ دلون شعرك أنا مبسوطة جداً لنعندك وقت كفاية إحنا هنحولك لجمال حقيق يلا بينا نعمل ده أنا هضيف شوية الصبغة وشوية كمان أكتر حبيبي الإكس بعت لي رسالة أوه أنا فاكرية أفتكر إن أنا محتاجة عيد عمل دوافري إيه لي بيحتاج وقت طويل قوي كده؟ خلصنا أنا خلصت لصبغ شعرك هاي شكراً أوه ما كنتش متوقع إنه هيحتاج وقت طويل قوي بالشكل ده نفسكوا تطولوا شعركم ولا تقصوا عايزين تعملوا إيه أكتر قولوا لنا في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في قناتنا وتتغطى على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مضحكة جديدة من تروم تروم ترجمة نانسي قنقر